فترة مهمة جداً بداية موسم إن شاء الله يكون موسم خير للسادة المزارعين وعلى مصر كلها وأيضاً عندنا بعض المحاصيل اللي محتاجة نوع من المعاملات والانتباه الشديد علشان نحافظ على انتجيتها وخاصةً لما يكون حققنا نجاح كبير جداً في السنوات الماضية خاصةً لما نجي نتكلم عن الموالح والبرتقان وما تم من تطور في هذه الزراعة فعلاً تطور لما أشوف الانتجية بتتضاعف عند المزارع وناس بتكلمني على 20 طن وأكتر و25 طن للفدان لما نجي نتكلم على بعض المشاكل اللي حصلت والمزارع نجح إن هو يتغلب عليها لإنه قدر يتعامل معها بالعلم وبتطبيق المعلومة الإرشادية السليمة مراحل كتير مرنا بيها ونجحنا كمان في التصدير ومصر بتحتل مكانها متميزة نظراً لجودة المنتج وده بيتطلب معاملات زراعية كتير وعلى رأسها الاستخدام الآمن للمبيدات مراعاة الظروف المناخية مراعاة جودة الطربة والمياه معاملات مختلفة بيقوم بيها المزارع من أجل إن هو يقدر ينجح في إنتاجه لو جينا نتابع هذا الملف هنلاقي إن إحنا قدرنا نحقق فيه طفرة في الإنتاج هنلاقي إن كمان الدولة اهتمت بالمزارع وفتحت له أسواق جديدة مصر في السنوات الأخيرة قدر تدخل عدد من الأسواق ومن أهمها كمان سوق اليابان اللي ترجع أهمية السوق ده لمتطلبات الجودة اللي هو بيفرضها على الدولة اللي بيستورد منها وده في حد ذاته شيء مهم جدا أنا معايا الدكتور محمود محمد الطناني رئيس قسم بحيث الموالح سابقا بمعهد البساتين برحب بحضرك أفنك أهلا وسهلا بحضرتك أستاذ سامح وأهلا بستاذ المشاهدين طبعا أنا في الأول لازم أشكر حضرتك لأنك التواصل معنا ده شرف كبير وأشكرك كمان على المجهود اللي أنت بتقوم به للنهار لخدمة المزارع المصري تاريخك العلمي وأجتهادك وحبك للوطن فشيء نفتخر به كعالم من علماء أنا بشكر حضرك يا دكتور محمود أهلا وسهلا بحضرتك أستاذ سامح وأحنا كلنا في خدمة مصرنا الحبيبة وعايزين أن نساعد على زيادة إنتاجيتنا والتوصع الأفقي من الموالح المصرية بل لكل المحاصيل الزراعية إن شاء الله طب لو جئنا نتكلم على وضع مصر في إنتاج الموالح وخاصة البرتقاط تقول عنه أولا بحضرتك أنت تعلم سيادتك جيدا أن الموالح تعتبر المحصول الإفتراطية يجي الأول في مصر ومحصول الفكهة الأول من حيث المساحة ومن حيث الإنتاج وإحنا طبعا نعتبر أحد مصادر الدخل القومي المصري أو الزراعي كمان أن الموالح تعتبر أحد ركائب صادراتنا الزراعية في الخارج وذلك لما تتعبط به من قدرة نفسية وميزة نفسية عالية وتعلم سيادتك أن المحصول البرتقال على رأس القائمة بالنسبة لمحصول الموالح أن نعتبر مصر هي أولى دول العالم تصديرا لبرتقال وذلك لما يتمتع به من ميزة نسبية وقدرة نفسية عالية تجعل له مكانة مرموطة بين الأصباق العالمية الميزة الموجودة في المعاد أو التلويد أو الطعم ولا إيه السبب أن نتمتع بميزة نسبية؟ تماما الميزة الموجودة في حضرتك أننا الحمد لله أصبح منتجنا من الموالح تقريبا يكاد يكون خالي من متبرطيات المبيدات السامة والمعادل التقيلة اللي هي معظمها بيتم من معيير الجودة اللي بيتم رفضها في سوق التطبيق دي من ناحية من ناحية تانية أننا طبعا أصبحنا دلوقتي بنعمل حاجة جديدة ودي بقالها سنتين أو سنة ونصف تقريبا اللي هو التكويد وتتبع في مزارع الموالح النصبية التكويد وتتبع أن إزاي نتتبع مصول الموالح بل معظم محاصيل القدرة والمحاصيل العطلية ابتداء من زراعتها ثم إنتاجها ثم بعد كده خلال المراقب المختلفة لنموها وعدم استخدام وتقليل استخدام الموالح عليها لحد ما يوصل المنتج للتعبئة تماما إحنا وصلنا لإنتاجية قد إيه في الفدان؟ للمزارع النموذجية المزارع النموذجية حضرتك هي 11 طن للفدان 11 طن؟ كمتوسط كمتوسط 11 طن للفدان متوسط بس يعني عارف إن فيه مزارع بتجيب لغاية 20 طن بس دول بيتزلم وبقى ده الكلام ده ينطبق من البرتقال أبو صرق أه فيه مزارع بتوصل من 25 إلى 30 طن أيوة طيب وده طبعا يعني محصول محترم وممتاز جدا يعني محصول الشجر الواحده بيتعب ده من في الحالة دي من 200 إلى 250 كيلوغرام طيب لو نجي تتكلم على التغيرات المناخية وتأثيرها على الموالح عموما هل التغيرات المناخية تأثير على الموالح ولا هي أكثر مقاومة من المحاصيل الأخرى؟ طبعا الموالح حضرت تعتبر المانجو من محاصيل الفكهة الحساسة جدا جدا للتغيرات المناخية أكثر من الموالح شوية هي وبقية المحاصيل الأخرى أما الموالح ستعتبر إلى حد ما لأنه طبعا من محاصيل الفكهة الاستوائية وتحت الاستوائية لتروبيكا المصدر تروبيكا الزون ولذلك تحملها برضو نسبقية بتتأثر هي تتحمل لدرجة معينة ولكن لو انخفضت درجة الشرارة إلى درجة الصفر المقوي وما تحته هيحصل تروبيك بجد الأشجار الموادح ولو حصل ذا بذاتي يا أستاذ سامح حضرتك وقت بداية التزهير وعقد الصمار الوقت الحرج هو وقت التزهير وبداية عقد الصمار تمام لو حصل الكلام ده هوت وقت التزهير وعقد الصمار حيثبت تفاقط الأظهار والصمار العقدة حديثا بالإضافة إلى جفاف الأفرع الحديثة لأنها طبعا ما بتطوينشي السقيع هذا بالإضافة إلى تشقق قنف جزوع الأشجار وأحيانا بتؤدي إلى موت الأشجار بالكامل وخاصة في بعض محاصيل الماندو ولكن الموالح ما بيحصلهاش ده بالدرجة الهية طب حضرتكم كعلماء ما سكتوش أخطر مرحلة اللي هي مع مرحلة العقد فالمفروض المزارع هنا أو حضرتكم حترشدون أنه يتدخل حضرتك ترشدوا بإيه بقى؟ بالضبط كده حضرتك أولا لو المزارع قام بعمليات خدمة شتوية جيدة للأشجار مع إضافة بعض المعاملات اللي بيتم عملها قبل نزول أو وطئة استقيع أو ارتفاع درجات الشرارة فهينجم من هذه المعاملات وهنا هذه المعاملات الخدمة الشتوية الجيدة أو سسانع ومن الخدمة الشتوية الجيدة إن إزاي يحط المادة العضوية بتاعته بالطريقة السليمة وبالمعادلات المزبوطة إنه هو مثلا الفدان بأشجار الموارح البالغة المصنرة 18 متر مكعب في مادة عضوي جيد التحلل يحط 200 كيلو جرام صوبة بصفات كالسيام وحادي يحط 100 كيلو جرام كبنيت زراعي ودول بيتم وضعهم بطريقة احترافية شمية إنه إما يعمل خندقين على يمين ويسار الشجرة تحت مقطار بعمق 30-40 سنتيمتر أو يئمة إنه يعمل سج بطول الأرض مادين كنت صفين من الأشجار وتحت البقصات برضو ويحط فيها المادة العضوية بتاعته بمعدلات اللي أنا ذكرتها لحضرتك وطبعا إذن أنت عارف إن الأسمدة العضوية سعرات مرتفعة فالمفروض أنه هو يحط اتماع العضوية كل سنتين على الأقل وأرض المزارعين ما بيعملوش كده لأنه ده بيساعد على أولا احتفاظ الطلبة بالمكتور وكوبة تحتها والمادة العضوية بتعتبر مصدر لمختلف العناصر الغذائية سواء الكبرى أو الخغرة تمام لأنه وبعدين المفروض يحطها برضو مبكرة يعني كل المزارعين بيحطها في شهر يناير لا أنا بانصح المزارعين أن يحطوا المادة العضوية اتداء من شهر أكتوبر أو نوفمبر ليه عشان يدي فرصة للمادة العضوية أنها تتحلل وبالتالي بسأل ميكروبات التربة وبالتالي تدخل في النموات الجديدة يعني اللي هيديف مادة عضوية المفروض دلوقتي إحنا في نوفمبر يلحق قبل ما الشهر يخلص بالضبط وكل ما يحطها بادر كل ما يبقى أفضل عشان خاطر ميكروبات التربة تشتغل عليها ويدي فرصة لتحللها لحد عشان خاطر نموات ربيع جديدة تستفيد منها وبالتالي تساعد على مقاومة الظروف المناخية الضارة وقصة درجات الحرارة العالية وانخفاض درجات الحرارة أو استطيعها في أي نصيحة تحب تقولها للمزارع في هذا التوقيت؟ بالضبط كده حضرتك أنا عايزة أقول للسادة المزارعين بمجرد ما يتنبأ أنه هيحصل ارتفاع شديد في درجات الحرارة وقت تذكره العقل أو انخفاض شديد في درجات الحرارة لدرجة الصفر المئوي خلال هذه الأونة سواء في الشتاء أو قبل في موسم الربيع يرش الأشجار ببعض الأحماض الأمينية زي الحامض الأميني أكبرولين بمعدل 30 جرام لكل 100 لتر مية أو يرش ببعض المركبات زي حامض السلسلسل لأنه ده يساعد على مقاومة الاسترسل سواء إذا كانت درجات الحرارة العالية أو الرطوبة الجوية أو الملوحة أو غيره أو غيره أو معصومية ده طبعاً بيرش بمعدل 40 جرام لكل 100 لتر مية وطبعاً فيه معاملة أخرى برضو أنه لو ما رقاش السلسلك أسد في حاجة ما سيليكات البوتافيان لأن عنصر السيليكون بيساعد على مقاومة النبات للإسترسل أو لارتفاع والإخفاض في درجات الحرارة وحيحط حضرتك بمعدل 200 جرام لكل 100 لتر مية من سيليكات البوتافيان أنا بشكرك شكراً جزيلاً دكتور محمود التناني رئيس قسم وبحوث الموالح سابقاً بمعهد البستين شكراً جزيلاً على تواصل حضرتك معنا